الحمد لله الحمد لله رب العالمين نعمده ونستائنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن صيعة أمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يظلله فلا عادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى في مهكم التنزيل في الصورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تود الأمانات إلى آلها وإذا كنتم بين الناس أن تحكموا بالعد إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لعادم وآدم من تراب صدق الله رزيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الفضيلة الرئيس الحفلة المباركة والأسادسة الكرام والإخوة واللهواد والصامين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أريد أن نتقلم أمامكم في هذه الحفلة المباركة على موضوع ما هي كل مثابات في الإسلام بين الناس أيها الإخوة لقد كام الإسلام ولا مبدأ المثابات بين الناس فلا فضل لأربيين ألا عجمين ولا ليجمين ألا عربيين إلا إلا بتقضى الله وأفضل أمل الفالح وليس هناك نفس شريفة وأخرى وزيئة بل جميع سواهم لأن كل الناس سواهم وربما تفرق بينهم الأحوال ولكن لا يفرق بينهم الشرء والحق كما قال النبي صلوات الله والسلام عليكم لآدم وآدم من تراب وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافوا دماؤهم وأصعى بزمتهم عدناهم وهم يد على ما سواهم وقد والله هارب الإسلام بالعادات السيئة التي كانت منتشرة في عالم في ذلك الوخ من زلم الأكاسرة والكياثرة والأباترة ومن جبروتهم وطغيانهم إلا هارب الإسلام به أيها الإخوة قد هارب الإسلام كل هذه العادات السيئة وجعل مكانها العدل والمثابات والرهمة يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى التي تلوت أمامكم في الابتداء أيضا هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا أكمتم بين الناس أن تهكمهم بالأدل إلى آخر الآية وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا كوامين بالكستشوى داء لله ولو ولا أفسكم إلى آخر الآية أيها الإخوة فقد وردت أنثلة كسيرة وشفاهد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هياته وهيات فهابته جزوان الله تعالى عليه مجمعي التي تؤيد في ذلك الباب فجاء في كتب سيرة مختلفة أن عمرات من بني مخظوم قد سلكت في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فخابت قبيلتها قد يدها لأن تطبيق الهد على هذه المرأة يعتبر فضيها تلعك بكبيلتها ذات الحسب والنسب فما كان منهم إلا أن استشفعوه بأسامة بن الغيد رضي الله تعالى عنه كان عبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه ليكلمه في عن ميكة يدها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرك فيهم الشريف درقوه وإذا سرك فيهم الزيف أقاموا عليه الحد وأيما الله لو أن فاتم بنت محمد سركت لك ذات يدها فهذه المثالات بين الشرفاء والضعفاء في الهدود فلا توضي عن شريف لشرفه إذا ارتقب ما يوجبها ولقد بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفركت بين الشرفاء والضعفاء في الهدود كانت العلة في ظلال الأمم الثابقة فهذه لك المثابات في الإسلام وأخيرا عدو الله إن يوفكنا على أن نعمل على القرآن وسنة صدق الله لزيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته